اشتركوا في القناة نظريات الربطة التساهمية اسمها نظرية الاربتالات الجزائية النظرية ليت هي نظرية الى حد ما فيها تعقيد شوية في الكلام بتاعها لكن هي بكون مفهومة جدا وسهلة بازن الله بيبديني بالاول كده نبزة او مقارنة ما بين نظرية بتاعت الاربتالات الجزائية والنظرية اللي حيث نخلناها في الفيديو اللي فات اللي هي كان اسمها ربطة التكافؤ ويأعرفهم دي عبارة عن ايه وده عبارة عن ايه والفرق ما بينهم بيكون ماشي ازاي في بيقول لي فى ربط التكافأ نظريات قديمة كان بيقول لي اه? اعتبر ان الجزئ مجرد الزرعتين متحددين اكتر لما ميكون بيقول تداخل أربطالين ده بيكون في الالكتروب مفرط بيعمل عملية تداخل لكن في النظريات الجيدة عندي بيقول لي ايه? اعتبرت ان الجزئ هو ظر كبير متعددة الانوايا يعني بعتبر ان ده مثلا جزئ ادش تقوو جزئ مية عبارة عن ايه? عبارة عن ثلاث ذرات اتنين واحدة وهتنين هيدورجين واحدة او فالنظرات قديمة بتقول لي انهما عبارة عن كذا الزرة مرتبطة مع بعضنا لكنها بتقول لي عبارة عن الجزء ده هو زرة واحدة لكن متعددة الأنواية التكافؤ بيقول لي تنشأ رطاة التساهمية من تداخل بعض الأربطالات الزرية بها إلكترونات مفردة لازم يكون أربطال وفي إلكترون مفرد ويكون أربطال من الزرة دي وأربطال برضو من الزرة التاني النظرات جدا بتقول لي تنشأ رطاة من تداخل جميع الأربطالات كل أربطال موجود في الزرة هيعمل عملية تداخل مش شرط يكون في إلكترون مفرد مش شرط يكون مثلا في مستوى الأخير لا كل أربطال هيعمل عملية التداخل طيب هناخد في الدرس ده نوعية من الرابط الجديدة علينا واحدة اسمها الرابطة السجما والتي نكون اسمها الرابطة باعي لازم يكون عارف اسمهم وعارف الرمز بتاعهم بيجي شكلهم ده شكل السجما وده شكل البي طيب يقول لي ايه في السجما تنشأ من تدخل الأوربيتالات الزرية بالرأس يعني مثلا لما كنا في الترمي اللي فات بناخد المستقف فرعي بي كنا نرسم شكله بيكون عامل ازاي بي قبل شكل شبهة الانفينيت في كده تمام؟ يعني ده مثلا مستقف فرعي بي ولو خدنا مستقف فرعي تاني هنرسم بوده بنفس الطريقة كده التداخل اللي حصل هنا ده يعتبر تداخل بالرأس وانه تداخل بالرأس اذا الربط بل من الشكل ده هيكون شكلها ايه؟ هيكون شكلها سيجما يبقى لبرطة سيجما بتنشأ من تدخل الأوربيتالات الزرية بالرأس طب الرابطة باي قال لي تنشأ من تدخل الأوربيتالات بالجنب يعني ازاي؟ يعني بده يققوا كله م shocks يبقوا لاتنين وقفون جنب بعض بالمنزار ده يوجد لنبص عليها ده أوربيتال والتاني يبقى متداخل معه جنب بالمنزار ده الان تانى يجبب بقفين جنب بعض. يبدا تداخل بالرأس دي يكون تداخل بالجنب. طيب بيقول لي هنا في سجمة. الأربطاليات بيكون متداخلة على خط واحد. يعني كلهم بيكون على نفس الخط. وجدنا نبص كده هنا هوا على خط واحد. لكن هنا بيكونوا متوازين في الربطة. طيب. دي بيقول لي ربطة قصيرة وقوية وصعبة الكسر. يبقى ربطة سجمة بيكون ربطة قصيرة وقوية وصعبة الكسر. لكن طويلة وضعيفة وسهلة الكسر. اذا ربطة سيجما اقوى من الرابطة باي. طيب. الرموز اللي هحتاجها في الدرس ده من حاجات اللي هكون عاكلاها من الترمي الاول. اول حاجة لاربطالات الجزائية اللي هما مين سيجما وباي. دلتا دي علي اعرفها كاسم بس هي نوع نوع الرابط لكن مش هناخده بالتفصيل السنادي. لعلي بس السيجما والباي. طيب. الاربطالات الزارية النقية اللي هكوني خاناها في الترمي الاول اس و بي و دي و افل هي مستوىات الفراعية. زي نقلنا منازها ايوان اس و اس و اللي هي مستوىات الفراعية كلها اس بي دي اف. طيب. الاربطالات الزارية المهجنة خلناها الحصة اللي فاتت. الاس بي والاس بي تو والاس بي سلي دول اللي نعتاجهم في الجزائية اللي عامل النهاردة. هنخش على تفسير لأول جزائي عندي اللي هو الاس لين اس سي تو اتشفوء في نظرية الاربطالات الجزائية. طيب نصو كده معايا. اول حاجة نهتكلم عنها. المركب بتاعنا مين? معايا. تمام? طيب. لو حبيت ارسمه كشكل الروابط افصره هانكون شكل العامل ازاي. قال لا انا عندي اتنين سي. هي هنا سي اهي. ويجبها تاني. طيب وفيه لم اتش قال لي فيه اربعة اتش. اربعة اتش متووزنة على كم سي متوزنة على اتنين? سي. ازا لو كل سي تاخد كم اتش? هتأخد اتنين يعني عندي اربعة اتش متوزعها على اتن سي ازا كليس هتاخد اتنين اتش شباب المنزار ده يعني هنا هتطلع من دي اتش ومن دي اتش والسي التانية برضو نفس النظام طيب دلوقتي لما نيجي نبص كده هالكربون في العادي بيطلع منه كم ربطة مش فاكرين طب خد ميسال يكون في كربون وميسال مشهور زي ايه زي سي اتش فور مثلا الميسان طب الشي اتش فور يعني الشي مرتبطة الكاميرا ربطة في عادي الشي مرتبطة بربع روابط وده حاجه ما ننفعش طب غير الشي لازم يطلع منها اربع روابط طيب ابص كده على السي دي السي دي طلع منها كاميرا ربطة ايه يمكنك ان ادي واحد ادي اتنين يبقى فضل لي كم ؟ كلهم اربعة وانا عندي هنا اتنين باس هي فضل لي اتنين والسي دي اندي برضو نفس النظام فيه منها اتنين اتش اومد وفيه برضو اثنين لخبه لافعين فروء صبير زي للحيلي أن MIKE five فقال هم ؟ قال لي هعمل بين وسي وسي رابطة ثنائية يعني давайте رابطة ثنائية علشان هيكمل الأربع رابط لكل كربون هل سي سي عملة بين وسي و السي ثنائية اليه علشانو بقى كل سي ملاحظة منها أربع رابط tenemos او او واحد اتنين تلاتة اربع وكزب 배oop التاني واحد اتنين ثلاثة اربع يبقى كل tosي طال عنها اربع رابط هذا وأنا كده عشان أجل الصح job نرجع شوية كده للدرس بتاع الحصة اللي فاتت لما قلنا ازاي بجيب نوع التحيين كان عند القانون بيقول لي ايه عدل الزررات المرتبطة زي عدل ازواج الحرة طيب نبص كده على الكربونا واحدة بس هاخب مسلا الكربونا دي الكربونا دي لما حب اجيب القانون ده وطبقه عليها اكسيلي مرتبطة بكم زرة مش بكم ربطة بكم زرة بكم عنصر نبص كده ادي واحد اتشال ادي اتشال تاني ادي اتنين وهنا في مرتبطة بايه بالكربونا ثالث اي بقى انا كده عندي ثلاث زررات مرتبطين بمين بالكربون يبقى انا عندي ثلاث زائد عدل ازواج الحرة هل الكربون كده ليس علي ازواج حرة اي نقط مش مرتبطة قال لي لا يبقى ثلاث زائد صفر بتساوي كم بتساوي ثلاثة تمام لو نسينا الجزء نرجع ثاني للفيديو التهجين الفيديو اللي قابل ده على طول هنشوف في ازاي بطلع نوع التهجين من القانون بتاعه والموضوع بيبقى بسيط يبدل المهم لما يكون الناتج عندي الثلاثة كنا قلنا برضو الحصة اللي فاتت النوع التهجين بيكون ايه النوع التهجين بيبقى اس بي طول يبقى لما يكون نتج التهجين ثلاثة يبقى نوع تهجين من الاس بي طب لحد كده كلام جميل عايزين نعرف بقى ازاي الربطة بتنشأ ما بين كل الرسمة دي يعني الربط ادي جت ازاي ودي جت ازاي كل ربطة من دول ايه مقدر ما نشأها طب نبص كده مع بعض اول حاجة انا عندي السي السي عددها ازاي اللي كان يبقى لسي عددها ازاي لستة من الجدول الدولي يعني توزعه ازاي او وان اس تو تو اس تو تو بي تو عشان يبقى كده نقفلنا الستة اتنين واتنين واتنين يبقى كده ستة الكترات طب طعب بقى نرسمهم خلاص طب طعب بقى نشأ كل ده الاول يبقى احنا لحد الوقت المعلامات اللي عندنا ان احنا معنا مركب اسمه سي تو اتشي فور وانه نوع تهجيم بتاعه هيكون اس بي تو وطالما اس بي تو يبقى انا عارف ان ازاي بتاعتها الكمب كمب مية وعشرين بقى طب ده كله كلام جميل وده اللي احنا عايزين نعرفه ده بقى نيجي بقى نشوف ازاي الارتبادة تاني وزعنا الكربول او السي ستة طبعت معنا وان اس تو تو اس تو تو بي تو نيجي نوزع بقى الوان اس تو عبارة عن كم اربطال اي مصاب فرع اس بيكون عبارة عن اربطال واحد يعني غرفة واحدة تمام طيب هيبقى فيها كم الاكترون بها الوان اس كان فيها اتنين هيبقى هعمل هنا واحد سهم الفوق والتاني يكون سهم لتحت طبعا واحد سهم الفوق تاني سهم التحت بعد كده عندي طيب او المصطفى فرعي بي عبارة بيكون عبارة عن كم اربطال فاكرين الاس اكت اربطالي كان بيبقى ثلاث اربطالات فبنترسم بالمنظر ده ثلاث غرف هوزع في كم الاكترون قال لي ما هو تو بي تو يعني وزع في كنين الاكترون بتوزعه ازاي بوزعه عن فردي يعني هنا هحطه واحد وهنا هحط التاني تمام طيب يبقى انا كده رسمت الايه التوزيع العادي جدا الكاربول او السي ستة بوزعه بالشكل المستقر التاعها والشكل المتزم بتاعها مافيش في اي مشكلة مفيش اي غلط دي الخطوة رقم واحد اللي انا وزعت فيها التوزيع العادي تمام طيب اجي للمرحلة التانية رقم اتنين لما كنت بهجن في الحصة اللي فاتت قلنا ايه الخطوة بعد التوزيع كنا بنسمع خطوة الاسارة بعمل اسارة للالكترون اللي عندي فينتقل من مستوى وطاقة اعلى كنا قلنا في الحصة اللي فاتت عند إصارة الإلكترون ينتقل من المستوى لمستوى أعلى فكان إلي بيحصل؟ كان اللي بيحصل كالتالي إن أنا كان عندي إلكترون من 2S بيروح يقف عند 2B بااخد إلكترون من 2S يروح عند 2B طب جميل هوي يبقى لليلوقتي هعمل إصارة الإلكترون الوان S ما بيتقصرش بالإصارة هيفضل زي ما هو أوربتال وفيه 2 إلكترون 2S بعد الإصار يبقى فيه كم إلكترون اللي هيبقى فيه واحد بس ليه وهو الثاني انتقل طيب الـ 2B كان فيها 2 دوات يبقى فيها كم هيبقى فيها؟ ثلاثة الكترونات ليه؟ لان في واحد انتقل من الـ 2S هيروح هيقف معا في الـ 2B بيبقى اهو واحد اثنين ثلاثة يبقى انا كده عملت عملية اصارة نقلت الـ 2S للـ 2B اجي بعد كده الخطوة رقم ثلاثة اول خطوتين دول سابتين لأي كربون في اي زرة قطوة التوزيع والإصارة كلهم بيقون متشابهين في اي زرة غير C2H4 حتى C2H2 اي مركب كربوني بيبقى توزع بنفس الطريقة ونفس البدادي اللي بيجرد عندنا خطوة رقم ثلاثة خطوة التهجين يبقى هي توزيع إصارة تهجين طيب نوع التهجين عندنا جدته قبل ما نبدأ كان نوع التهجين ايه؟ قال لي كان S-B2 قلنا يعني ايه في حصة فاته يعني S-B2 يعني اربتال من الـ S واثنين اربتال من الـ B أهو S-B2 واحدة S واثنين B طيب اجيبهم منين اهو انا عندي واحد S اهو اللي هو الـ S اللي في إلكترون واحد ودي الـ 2B انا هياخد اول واحد وتاني واحد مش معنى مشانا عندي اتنين من الـ B فانا مش بالترتيب يبقى اخدت اول واحد من الـ S وااخد ايه؟ اول اربتالين من الـ B اعمل بهم ايه؟ ههجرهم مع بعض هدمجهم مع بعض طب الشكلة هي بيعمل ازاي؟ اول حاجة الـ 1S قلنا بتنزل زي ما هي في كل مرة مش بيحصل لها اي تغيير يعني ده 1S وكل مرة بنزلها زي ما هي طب ايه بقى دلوقتي؟ ما عادش هينفع هرسن الـ 2S كم اربتال ليه؟ مش هو تهجن وانضم للاربتالين متوع التوبي فيتلسموا ازاي؟ هرسن دلوقتي اربتال عبارة عن ثلاث غرف او ثلاث اربتالات بالمنظر ده؟ وهيبقى كل اربتال في إلكترون مفرد دول جم منين؟ قال لي دول الثلاث اربتال دول اللي هو الـ 2S ومعايا اول اربتال وتاني اربتال من الـ 2B طب ليش معنى عشان نعطي هجين S-B-2 في خطة ثلاث اربتالات طب دول بقى هسميهم ايه؟ هل هسمي ده S وده B وده B؟ قال لي لا هسميهم كلهم على بعض كده S-B-2 اللي هو الأربتال المهجن هيبقى سمعتش بقى S الواحد ولا B الواحد وهيبقى سمعته S-B-2 طيب بعد التهجيم اللي هيبقى لي مش ده لو جئنا مرص كده هنلاحن ان احنا عندنا هنا اربتال مدخلش في التهجين انا خدت الاتنين اللي في الاول بسبت مين اللي في الاخر ايه وده هينزل زي ما هو اربتال لوحد وكده وفيه الكترون طب ده هسمي ايه؟ قال لي ده هسميه Z اللي وفا كده هسميهم الحصة اللي فاتت كان ده بيبقى اسمه X وده بيبقى اسمه Y وده بيبقى اسمه Z فالـ X والـ Y هجينوا مع الـ S اللي هيبقى زي ما هو هو الز طب جميل اوي يبقى انا كده عندي تهجين من نوع SB2 وعندي هنا اربتال نقي يعني ايه اربتال نقي اللي هو الثوب يزد اللي هو ما حصلوش تهجين يبقى ثلاث اربتالات مهجنة من نوع SB2 زويتها بمية وعشرين على شكل مسلس مستوي نشوف كده عندنا الكلام النظري كان بيقول لنا ايه؟ لو جينا نبص كده في الملزمة هلاقلح عندنا بيقول في التفسير بتاع الحقائق زرد الكربون في حالة مستقرة تحتوي على الكلام المفردين في المستقف الفرعي اول موزعنا كان عندي المستقف الفرعي 2B بالمنظر ده كان فيه اربتالين بس فيهم اتنين الكلام في البداية ثم تحدث عملية اصارة باللكترون وانتقذنا على الخطوة ركما اثنين اللي تحتوي زرد الكربون في حالة لمصارع على اربع الكلام المفرده ليه؟ الـ 2S هيبقى فيها إلكترون واحد والتانا هينتقل للـ 2B والـ 2B هيبقى فيها ثلاث إلكترونة لدي كده أربعة مفردين نتيجة انتقال الإلكترون من المصابف فرع 2S إلى الأربتال الفارغ اللي هو كان ده في المصابف فرع 2B ثم تحدث عملية تهجيم من النوع S-B-2 واحدة من S واثنين من B الخطوة الثالثة بيقول لي ايه؟ زرد الكربون المهجنة تتكلم عن طريق خلطة وتهجيم أربتال للـ 2S مع أربتالين من الأربتالين الثلاثة بتوعة 2B هاخد أوليتين من B وههجنهم أو ادمجهم مع 2S ليتكون ثلاث أربتالات مهجنة من النوع S-B-2 متكافأة في الطاقة طيب هيتكون عندي ايه؟ يتكون الجزء في ست رابط طب ست رابط ازاي بقى؟ ده شكل اللي حنا كنا رسلنا من شوية الجزء الـ 2D الـ 2H4 قال لي الربطة الصناقية بين C والـ C ربطة أحدية مع الـ H وربطة أحدية مع الـ H وكذلك من نحيطين التانية طيب أنا عندي قاعدة بتقول لي ايه؟ اي ربطة فردية فهي عبارة عن ربطة Sigma اي ربطة فردية ربطة كده شارطة الواحدة هي عبارة عن ربطة ايه؟ Sigma واي ربطة صناقية زي الاتنين اللي هم ربطتين فوق بعض بين الـ C والـ C بيكون واحدة Sigma وواحدة B تمام؟ طب لو ربطة ثلاثية واحدة Sigma واثنين باي بأنه لازم يكون عندي على اقل كل ربطة يكون فيها واحدة Sigma موسيقى موسيقى موسيقى